بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلاب سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المتتاليات والموافقات لبكالوريا 2015 شعب أدبيا لرقم واحد إذن لننطلق على بركة الله قال إيلي أنا المتتالية الهندسية ركزوا لما قال كلمة المتتالية الهندسية أول شيء قبل أن أكمل أي شيء يأتي في ذهني عبارة الحد العام اللي هي إيلي لاحظوا جيدا إيلي أن تساوي إيلي بي هكذا في كي قوة ماذا قوة أن ناقص لاحظوا ناقص بي هذه هي عبارة الحد العام للمتتالية الهندسية في الحالة العامة لاحظوا هكذا هذه في الحالة العامة الآن قال متتالية هندسية التي حدها إيلي صفر إيلي صفر وأساسها كي حيث أعطيت لنا معطيتان أعطيت لنا الحد الأول والأساس هاهم أمامكم قال أحسب إيلي ماذا إيلي واحد إذن نقول هنا أبناء حساب إيلي واحد نأتي هنا مباشرة إلى هذه عبارة الحد العام ونعوذ فقط لاحظوا جيدا إذن عندنا إيلي واحد معناه نعوذ هنا بواحد وهنا بواحد ونعوذ هنا بماذا دائما يقول الحد الأكبر يساوي الحد الذي أصغل منه يعني هنا صفر وهنا صفر لا يمكن أن نقول هنا صفر وهنا واحد لا دائما تقول القاعدة بحيث آن يكون أكبر أو يساوي بي هذه القاعدة الآن يصبح لنا ماذا أبناء يصبح لنا إيلي واحد يساوي إيلي صفر قلنا في كي قوة آن لهو واحد نقص صفر لهي قوة واحد فيصبح لنا إيلي واحد يساوي إيلي صفر ها هي قيمته انظروا كم هي إثنان في الأساس ها هو قيمته وفي ثلاثة قوة واحد لهي ثلاثة فيصبح لنا إيلي واحد يساوي كم يا أبناء يساوي لنا ستة الآن بعدما حسبنا إيلي واحد وقلنا أنه ستة نأتي إلى حساب الحد الآخر تابعوا جيدا إذن إيلي واحد انتهى دوره ها هي قيمته نأتي الآن أبناء إلى حساب إيلي إثنان بما أن نعطينا الأساس الحد الأول يمكننا أن نحسب أي حد كان لاحظوا جيدا حساب إيلي إثنان إذن نعوذ هنا بكم بإثنان وهنا نعوذ بماذا وهنا نعوذ مثلا بواحد وإذن بما أن نعوذ هنا بالإثنان هنا بالإثنان وهنا بالواحد فتصبح لنا إيلي إثنان يساوي لنا إيلي واحد في كي قوة إثنان نقص واحد لهي قوة واحد إيلي واحد ها هي قيمته كم؟ هي ستة إذن تصبح لنا إي لإثنان تساوي لنا ستة في كي ها هو كي أبنائي اللي هو ثلاثة فيصبح لنا إي لإثنان تساوي لنا ثمانية تعشر ها هي بكل بساطة هذه الطريقة يمكن أن نستعمل يا ابنائي ماذا؟ إي لسفر والأساس نقول هنا إي ثنان وهنا إثنان ونعوض هنا بالإي لسفر وهنا بالإي لسفر فينتج لنا إي لإثنان يساوي لنا إي لسفر ها هي قيمته هي إثنان في الأساس قوة ماذا؟ هنا كم يبقى لنا الأساس كي مربع لأن إي لإثنان نقص صفر هي إثنان كي مربع معناها في ثلاثة مربع فيبدأ نطلق لنا نتجة هي إي لإثنان تساوي لنا إثنان في تسعة يعني الثلاثة في ثلاثة تسعة فيصبح لنا إي لإثنان يساوي لنا ثمانية عشر ها هي طريقة ثانية فقط الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال نأتي أبنائي إلى السؤال الآخر قال لاحظوا هذا عبارة الحد العام نتركها تتبعونا لأنها هي الموقف الوحيد قال أكتب إي لإن بدلالة آن إذن نقول كتابة لاحظوا كتابة إي لإن يعني عبارة الحد العام بدلالة آن هنا أبنائي ما علينا إلا إتيان بهذه القيمة ونقوم بملئها فقط إذن إي لآن ها هي إي لآن هنا بماذا انطلقت انطلقت من السفر إذن نكتب هنا سفر نعوذ هنا ونعوذ هنا بسفر فتصبح لنا إي لآن يساوي إي لآن عفوا يصبح يساوي إي لصفر في كي قوة آن لأن آن نقص صفر هي آن لكن إي لصفر ها هي قيمته والكي ها هي قيمته فيصبح لنا إي لآن تساوي إي لصفر كم إي لصفر هي إثناني في الأساس لهو ثلاثة قوة آن واحذروا أن تكملوا وتضربوا هذا في هذا وتجعلوا ستة قوة آن لا يجوزي أبنائي هذا الأمر غير وارد لماذا؟ لأن هذا أساسه واحد وهذا أساسه آن لا يمكن أن يندمج إذا كانت إثنان قوة آن في ثلاثة قوة آن هنا يمكن أن تقول تساوي ستة قوة آن أما إثنان في ثلاثة قوة آن هذه لا تساوي ستة قوة آن احذروا من هذه الأشياء أبنائي إذن عبارة الحد العام قد وجدت إذن هذه هي عبارة الحد العام وهي أعيد إلي آن تساوي إثنان في ثلاثة قوة آن فقط بهذه البساطة نأتي إلى قال ثم عندنا السؤال استنتج إلي خمسة إذن نقول استنتاج إلي خمسة هنا ما علينا إلا الذهاب إلى عبارة الحد العام ونعوذ هنا بخمسة وهنا بخمسة فتصبح لنا إلي خمسة تساوي لنا إثنان في ثلاثة قوة خمسة فتصبح لنا تساوي لنا النتيجة بالآله حسبت لكم 486 هكذا إذن إلي خمسة تذكروا أننا سوف نحتاجها إلي خمسة تساوينا أربعمائة وستة وثمان نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعدها قال عين اتجاه تغير المتتالية إلي آن إذن نقول تعين اتجاه تغير المتتالية إلي آن وهنا بين قوسين هكذا إذن هنا ما علينا إلا أن ندرس إذا نقول ندرس إشارة الفرق دائما هذه إشارة الفرق بين إلي آن زائد واحد ناقص إلي آن هذا الطريقة تعالوا تصبح لنا إلي آن زائد واحد ناقص إلي آن تساوي إلي آن زائد واحد معناه هنا لو نضيف هنا زائد واحد نضيف هنا كذلك زائد واحد فتصبح لنا إثنان في ثلاثة قوة آن زائد واحد ناقص إي لأن ناقص إي لأن إي لأن ها هي قيمتها ناقص إي لأن هي إثنان في ثلاثة قوة آن تابع جيد فيمكن أن نكمل هنا فتصبح لنا هكذا لاحظ فتصبح تساوي إثنان في ثلاثة في ثلاثة قوة آن ناقص إثنان في ثلاثة قوة آن يقول أحدكم لماذا لأن هذا قمت بتفكيكه لما نفكيك يعني اجمعوا الأسس اجمعوا هذا وهذا تصبح لنا آن زائد واحد الآن ماذا يمكن أن نقول يا أبنائي ما هو العامل المشترك الذي يمكن أن يستخرج يستخرج هذا مع ماذا مع هذا نستخرجه كعامل مشترك نلاحظ إذن هذا مع هذا نستخرجه كعامل مشترك فيصبح يساوي لنا إثنان في ثلاثة قوة آن ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا هنا الثلاثة وهنا يبقى لدينا بما أن يحذى فهذا ينزع من مكانه يترك لنا واحد واحد لأنه هنا العامل المشترك فماذا ينتجي أبنائي؟ يصبح يساوي لنا إثنان في ثلاثة قوة آن وهذه كم؟ وهذه تعطي لنا إثنان إذن فتصبح لنا إثنان في إثنان كم؟ أربعة أربعة في ثلاثة قوة آن قلت هذا لا يندمج مع هذا تركهم قرب بعض فقط لكن هذه القيمة كيف هي قيمة مجابة؟ لأن الثلاثة قوة آن هي قيمة مجابة والأربعة قيمة مجابة مهما كان إذن فوجدنا ماذا؟ قلنا نحن ندرس إشارة الفرق فوجدنا أن إلي آن زائد واحد ناقص إلي آن وجدناها قيمة كيف هي مجابة ومنه ماذا نقول؟ ومنه إلي آن بما أن وجدنا هذه القيمة مجابة نقول إلي آن متتالية متزايدة تماماً لأن الفرق وجد أنه قيمة مجابة فقط هكذا تدرس إشارة متتالية كما يمكن أن نستعمل خواص المتتالية الهندسية لدينا نحن قلنا أن إلي آن هذه طريقة ثانية إلي آن تساوي إثنان في ثلاثة قوة آن بما أن الأساس كيف هو؟ الأساس ثلاثة قيمة أكبر تماماً من الواحد الأساس أكبر والإثنان أكبر تماماً من الصفر هذه قاعدة إذا كان الأساس أكبر من الواحد والحد الأول أكبر من الصفر تصبح المتتالية متزايدة هذه قاعدة متتالية كيف هي؟ متزايدة في المتتالية الهندسية إذا كان الأساس أكبر من الواحد والحد الأول موجة فاعلموا أنها متزيدة أما إذا كان مثلا هكذا مثلا إيلي آن يساين واحد مثلا على إثنان لكل قوة آن مثلا في ثلاثة الحد الأول مشهور أنه قيمة موجبة أما الأساس هذا وهو محصور ما بين الواحد والصفر فتصبح كيف هي متناقصة هكذا تقول قاعدة فقط ناتي الآن أبناء إلى السؤال الآخر قال أحسب بدلالة أن المجموع أسان وعطي لنا هذا المجموع ها هو أمامكم عبارته إذن نقول حساب أسان لهو المجموع لاحظوا إلى هذا المجموع يا أبناء أولا مجموع هو مجموع لمتتالية ماذا؟ مجموع لمتتالية هندسية ومجموع لمتتالية هندسية ماذا يقول قاعدة؟ سمع لنا أسان يساوي الحد الأول الحد الأول للمجموع هكذا تقول قاعدة في الأساس قوة عدد الحدود قوة عدد الحدود الدليل الكبير هذا لهو آن ناقص واحد وننقص له هذا الصغير لهو ناقص سفر وتوضيفون دائما زائد واحد دائما إذن هكذا ناقص واحد على السطرة سوف نكتبه أبعد حتى لا تلاحظون أوجه الاختلاف هنا ناقص واحد على الأساس ناقص واحد قاعدة تقول هكذا ويصبح لنا أسان يساوي إلي السفر ها هي قيمته اللي هي إذنان في الأساس ها هي قيمته اللي هي ثلاثة قوة عدد الحدود أنه هذا ذهب مع هذا بقيت لنا ماذا؟ والصفر لا يحدث شيء بقيت لنا قوة آن ناقص واحد على إثنان على ثلاثة عفوا على ثلاثة اللي هو الأساس ناقص واحد فأصبحت تساوي لنا إثنان على هنا إثنان في ثلاثة قوة آن ناقص واحد فيذهب هذا مع هذا بالاختزال فيبقى لنا آس آن يساوي ثلاثة قوة آن ناقص واحد هذا هو المجموع آس آن يا أبناء فقط نأتي إلى السؤال الآخر قال أبنائي استنتج قيمة المجموع إذن نقول هنا استنتاج قيمة المجموع ما هو المجموع أبنائي؟ وهو هذا المجموع لاحظوا جيدا هذه أعداد لو نلاحظ جيدا هنا أبنائي انظروا هنا من هو الحد الذي يسوينا إثنان؟ أليس هو الإيلي سفر؟ نعم إذن يمكن أن نقول هنا هذا آس ليس آس آن يساوي ماذا؟ يساوينا إيلي سفر زائد إيلي واحد كم وجدنا؟ ألم نجده الستة؟ نعم إيلي إثنان ألم نجد أنه هو الثلاثة أنه هو الثمانية تعة زائد إيلي ربعة زائد إيلي خمسة لأن الإيلي خمسة ها هو قيمته وهي نفسها هذه إذن ماذا يمكن أن نقول؟ يصبح لنا آس ليس آس آن إنما آس فقط يصبح يساوينا الحد الأول في ماذا؟ قلنا في الأساس لهو ثلاثة قوة عدد الحدود الدليل الكبير ناقص الدليل هذا الصغير ونضيف واحد ناقص واحد على الأساس ناقص واحد ويصبح لنا آس يساوي إيلي سفر عندنا قيمة ها هي لهي إثنان في ثلاثة قوة ماذا؟ قوة ستة لماذا؟ لأن هذا مع هذا خمسة زائد وحدية ستة ناقص واحد على إثنان فيذهب هذا مع هذا فيصبح لنا ثلاثة قوة ستة ناقص واحد وتساين بالآل حسباء سبعمائة وثمانية وعشرون يعني قوموا بالآل حسباء يجعلوا ستة قوة ثلاثة قوة ستة ناقص واحد فتجدون هذا هو مجموع هذه الحدود الستة فقط ناتي الآن أبنائي بعدما أكملنا مع هذا السؤال ناتي إلى السؤال الآخر قال عين باقي القسم الإقليدية على خمسة لكل من الأعداد التالية إذن هنا أبنائي يمكن أن نستعين هنا بجدول بسيط لاحظوا هذا الجدول ربما كذلك يساعدنا لاحظوا جيدا هكذا لاحظوا إذن هكذا أولا نعطي إذا قلنا ثلاثة لو نقسمها على خمسة بما أنها أصغر تبقى كما هي إذن ثلاثة توافق نفسها بترديد خمسة عندنا ثلاثة مربع لهي كم هي تسعة تسعة لو نقسمها على خمسة الباقي كم أربع إذن هنا أربع بترديد خمسة عندنا ثلاثة قوة ثلاثة ثلاثة قوة ثلاثة لهي السبعة وعشرون السبعة وعشرون لو نقسمها على خمسة تعطينا خمسة والباقي إثنان إذن يوافق لنا إثنان بترديد خمسة لو نأتي كذلك إلى ثلاثة قوة أربعة ماذا يوافق؟ يوافق لنا إذن هو ما هو؟ هوي الواحد والثمانون واحد وثمانون تقسيم خمسة تعطي لنا كم؟ تعطي لنا عدد والباقي واحد تعطي لنا جيداً تعطي لنا ستة عشر إذن هنا تبقى لنا واحد بترديد خمسة إذن ما هم البواقي يا أبنائي؟ إذا قلنا هنا آن وهنا الباقي إذن هنا في هذه سوف نقوم بتقسيم واحد اتخذنا أربع حالات إذن نقسمها على أربع لاحظوا جيداً هكذا إذا كان آن في الأول أخذ هنا آن كم؟ ها هو واحد وهنا إثنان وهنا ثلاثة وهنا أربع إذن آن أخذ واحد الباقي كم؟ الباقي ثلاثة آن أخذ إثنان الباقي أربعة إذن هذه هما البواقي هذا وهذا وهذا إذن آن أخذ ثلاثة الباقي هو اثنان الآن أخذ أربعة الباقي كم؟ الباقي واحد إذن ها هو الآن القيم التي أخذها لأننا نحن قلنا هنا مكتوب على شكل ثلاثة قوة آن هذه ثلاثة قوة آن يعني دراست البواقي ثم قال استنتج آن نلاحظوا جيداً قال استنتج آن إذن استنتاج آن أنه لكل كا فإن ثلاثة قوة أربعة كا توافق واحد بترديد خمسة ماذا لدينا؟ لدينا لاحظوا هنا لدينا ثلاثة قوة أربعة توافق واحد بترديد خمسة هذا الشيء ها هو موجود لو ندخل من هنا كا وندخل من هنا كا في الأس لا يحدث أي شيء فيصبح لنا ثلاثة قوة أربعة كا توافق لنا واحد مهما جعلنا له أي قوة هذا الواحد قوة أربعة قوة عشرة قوة مئة يبقى واحد إذن يوافق واحد بترديد خمسة فقط ها قد أجبنا على هذا السؤال قال هو استنتج استنتجناها انطلاقاً من هذه العلاقة الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الآخر لاحظوا جيداً هذه الموطة نحتاجها قال عين الأعداد الطبيعية التي من أجلها يكون إذن نقول تعين الأعداد الطبيعية الطبيعية التي من أجلها يكون ماذا؟ يكون هذا العدد لهو ثلاثة قوة آن ناقص واحد قابلاً للقسمة على خمسة لاحظوا جيداً لدينا إذن لاحظ ثلاثة قابل القسمة قابل القسمة معناه ثلاثة قوة آن ناقص واحد يقبل القسم معناه يوافق سفر بتردد خمسة هذه القاعدة دائماً بكلمة يقبل قسمة أو من مضاعفات أن الباقي يكون يسوي السفر ننقل هذا إلى هنا أو نقول نضيف واحد كذلك يمكن أن نقول نضيف واحد نضيف واحد من هنا ونضيف واحد من هنا فيذهب هذا مع هذا فينتج لنا ثلاثة قوة آن يوافق واحد بترديد خمسة لكن لدينا هذه الموافقة إذن هنا يا أبنائي انظروا ثلاثة تقابلها ثلاثة واحد يقابله واحد موافقة بترديد خمسة يوافقها مرد رمز الموافقة يرمز إذن ماذا بقي؟ بقي أن هذا كذلك هو هذا إذن نقول ومنه ماذا أبنائي؟ ومنه آن يصبح يسينك أربعة ك حيث هذا كهو عدد طابعي يعني ينتمي إلى آن يعني مثلا لاحظوا هذا مع هذا كل واحد يقابل الآخر إذن يصبح آن يسينك يسين أربعة ك فقط هذه هي قيم آن التي تجعل ثلاثة قوة ناقص واحد تقبل القسمة على خمسة فقط وفي الأخير أبنائي وبنتي الأعزاء أتمنى قد أعجبكم الشرح كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ومنتدى الأستاذ نور الدين ليصلكم جددا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته